أنا كنت متأكد باللي كان معركة أنا عارف مش رايس ساير في معركة كثير وش حال المرة نقول لكم رايس هذا الايام رايس ساير معركة كبيرة على الترقيات والتحويلات والإيقالات ما بين كيبار جنيرالات واحدة من الأجهزة الأساسية اللي رايس ساير عليها تكسر عظام هي الDRS DRS داخلية ديرجة سون جنيرالات لسكرتيري انتريار نسمينا كما فرنسا بالمناسبة راحوا حتى الأسم بديلوش فيه ولا شي فرنسا مسبي المخابرات الداخلية δي جي اسي هم مسمين لها الدي جي اسي الفرق فقط في فرنسا الإشراف على المخابرات الداخلية يشرف عليها المدنيين نحن الإشراف على كل المخابرات هما العسكر هذه ما دروهاش ما طبقوهاش هذه فوشكون هذا كمال يسعد أباً لقيت باللي كمال يسعد هذا اللي تم طرده في اثنين جوان بعد فضيحة باخرة اللي جاي من سكيكدا كانت فارغة تقريباً وباخرة جاي من مارسيل سكيكدا ومن مارسيل العاصمة الباخرة كانوا فارغين تماماً فلقيت أنه في الحقيقة هو نسيب واحد من أجرم الجنيرالات واللي الآن معروف أنه حرق منطقة القبائل كنقولوا حرقها ما هوش مجازة أشعال فيها النيران في الصيف اللي فات أشرف هو على أشعال النيران في عدة مناطق لكن في قلب منطقة القبائل هاك ما عرفتوه الجنيرال الدموي جبار مهنة ولماذا كانت انتعى الحرق القبائل لأنه كان لازم يدروا الصدمة الصدمة والتروية واللي حبي يقرأ الموضوح هذا يقرأ على وحدنا يسموها ناومي كلاين وراني ربما مرة ولا زوجت كلمت عن الموضوح هذا وش معنى الصدمة والتروية الصدمة والتروية بمعنى أنه يدلك حاجة بحيث تولي ماكش يعني يدلك رعب إلى درجة أنك تجمد شفت واحد مرات ما نشعارف أنا يقابلك هكذا السيارة جاية داخلة فيك تهرب ولا تجمد مثلا ولا يخرج لك ما نشعارف أنا ركف الغابة يخرج لك حلوف الغابة ولا سبع ولا ويجي هكذا يهاجمك يما يسموها فايت أو فلايت ما تضرب تدخل في المعركة ولا تهرب بسيح كيف يجمدوا كيف يجمدوا من شدة من هول الصدمة يجمد تسمع خبر سيء واحد قريب منك مات تصدم إلى درجة أنك ممكن تتغاشها ولا تتغاشها طيح ما تصدقش فهذه كلها صدمات هذه سياسات يستخدموها فاستخدموها العام الماضي داروا نيران بحيث أنها لهبت عشرات القرى قتلت المئات قتلت آلاف قطعان الأغنام والأبقار وعشرات الآلاف من ناحل عشرات الآلاف من الأشجر فكانت صدمة كبرى في منطقة القبائل علىه كان لازم يحبسوا الحرك لأنهم شافوا ما بين لما رجع الحرك في 21 فابراير كانت مازات كين الكورونا لكن لما رجع الحرك في 21 فابراير 2021 22 فابراير 2021 كمله بقوة حتى لنهاية ماي والناس تقدثت أرجع لتلك الكلمة فقالوا وشكين عاودة الكورونا جات بقوة ولا الناس تموت الأكسجين ما كانش الكورونا الناس تموت بلا حدود مترامية سواء بالكورونا ولا خاصة بالأكسجين ما كانش ثم بجت الحريق فسغلوها داروا حريق داروا الصدمة والترويع كسروا المنطقة ومعها كسروا الحراك وزادوا أكثر من ذلك مع قضية بن سماعين كانوا حابين يديروا فتنة ما بين العرب والقبائل ثم لسقوا الحريق في رشاد وفي الماك وزادوا رشقوها بالنظام قالك نظام المخص هو اللي وراه وإسرائيل وكلها طبعا أكاذيب ما عندهاش معنى هذا جبار مهنة اللي خدمته أعطاولوا ديركسون يسموها دي جيال اس هذه الديركسون جنيرال هذه التعواش في المدخل المخابرات هي التفكيك اللي أطلقوا عليه هم الجماعات الإرهابية الماك ورشاد هم عارفين أن الماك ما هوش مع الحراك رشاد في قلب الحراك لكن الماك مايش مع الحراك إذن هي في الحقيقة تفكيك رشاد لكن زادوا لها شوية الماك راحوا أعتقلوا حقيقة أنا ما أعتقلين الآن ما أعتقلين 30 ولا 40 من الماك والتهموم حتى بالحراك إلى آخره رشاد ما لقوش ما لقوش ناس يتهموم ثم بالحراك ما كانش فالمهم هذا بعد ما أثبت وطبعا جبار مهنة يأتي من 90 ثباح كبير كان يقود مراكز التعذيب في الناحية العسكرية الأولى ومقرها البليتا وراني كنت تكلمت عليه لما جابوه قبل حوالي 8 شهر أو العام أو قمت عليه فيديو حكيت على ما كان هو جبار مهنة وما كان يدير باش ما نعودش نكرر يعني فجبار مهنة خلاص هو وجمعت التوفيق ومعهم جنار حسان معهم هذا بولحيا هذا الذركاء من نحاوهم خلاص يرتبوا باش يددوا DGSE وقالك ما كانوا شبارك باش يددوا DGSE الآن باش كل المخابرات DGSE D-C-S-A مخابرات الجيش DGSE مخابرات الخارج هذه DGSE لمكافحة الإرهاب كما يسموها كلها يعاود يردوها كما كانت لكس DLS بمعنى أن كل هذه المديريات العامة يعاود تجي منسق للمخابرات أو رئيس PDG مثلا حطوها على أساس وكانوا بريزيدون ديركتور جنيرال قاعنا أو يسموه مانيش عيضر أو أي اسم بمعنى يعاود يرجع المخابرات كما كانت فيها التوفيق ديريس هو الشيف تعد ديريس وعنده داخلي الخارجي العسكري إلى آخره ليكوت إلى آخره لكن اللي يضده في الجناح هذا جناح توفيق المدعوم توفيق نزار إلى آخره معنى ديريس دولة العميقة ديريس القديمة اللي يضده واللي يضده هما مجموعات كاللي هما مع شنغريحة كاللي هما مع وحدهم بمعنى أنه كانوا مع قايدة والآن أصبحوا تقريباً وحدهم هذا ما قبلوش أولاً مش فقط يعرفوه أنه مجرم كبير قتال كبير المنطقة القبيلة اللي هو أصيل منها ما خليهاش حرقها مش هذي فقط عارفينوا باللي ممكن يزيد يدي البلاد للهوية زائد أنه إذا ولا هو المدير العام لكل مؤدارات المخابرات ولا حتى فقط دي جياسي مدير المخابرات الداخلية اللي هي الأهم معنىها ممكن يدخلهم لحباس والجنرالات الآن ممكن يولي فريق ويروح يطلع في رتب وممكن يجرحوا في الحبس شفناها مع قائدي شفناها مع شواقي شفناها 35 جنيار رأم في الحبس المهم واش داروا له صحاب جبار مهنة اللي دافعوا لي القلوب اللي هذه كانت مؤامرة لأن يسعد كمال يسعد هذا هو خو زوجتو كمال يسعد هو خو زوجتو البي دي جي متاع الجيري فيري وأنها كانت مؤامرة أقدم عليها الجنرالات اللي حابين يكسروا جبار مهنة حتى لا يصبح هو الدياريس كما كان توفيق زمان ولا حتى هو في بلاس عبدالغاني راشدي هو الدي جي سي وبسجن انسيبه كمال يسعد والتحقيق معاه يتم إضعافه وسيفري هو المديري اللي راه يدرك مش كبيرة لأن طاولوه باش زعمه يتراكي راشاد والماك ومانيش عارفه ولذلك انتو ما راكم تشوفوا راكم يحاولوا مع راشاد او راكم تشوفوا راكم يحاولوا محاولات يعني مديرية في المخابرات كاملة خدمتها تكسر راشاد يعني محمد بن حليم بن حليم ومحمد عزوز بعد ما شدوه ثلاثة شهر يخرجوه باش يعاود يسب في العبد الضعيف ويركز عليها وكأنني أنا يعني أصبحت دولة قلت لك ما وصفها بعض الناس وصفها واحد مسحفيين أيضا قال لك دولة بنظامها بأجهزتها بتلفزيوناتها بصفاراتها بذبابها بجرائدها تحارب في شخص بكل تواضع أنا ما أنا إلا قطرة في بحر الحرام وتحارب في حركة راشاد وتحاول تختارقها وتحاول تكسرها وتحاول تجيب لها ما ليش عارف نين وتلقت واحد منها وواحد منها إلى آخير مع ذلك ما شفعتلوش جبار المهنة الآن راح في وضع لو كان ما تغيرش المعطايات لو كان ما تغيرش المعطايات خلال الأمور هي عندهم متحركة جدا لو كان ما تغيرش المعطايات في الأسبوعين القادمين قبل خمسة جوية وما سراش معجزة فستتم الإيطاحة بجبار معنا وراح يكون محظوظ جدا لو كان ما يسجنوش لأن اللي رهم الضاربين بيناتهم على المناسب يعرفوا لو كان ما يسجنوش ممكن يعاودي يدير لهم واش دار توفيق ونزار وكذا فضل القيد صالح كانوا يخطوا من الخلف وهم في واحد معتقل وواحد هارب ومعهم صحابهم كان يخطوا من الخلف في النهاية ينتهوا بقتل القيد صالح وبالإيطاحة بجناحه كله اللي رأى في السجن اليوم إذن في الحقيقة هذا كل الموضوع نتاع الجيري فيري عنده خلفية أخرى المدير العام نتاع الجيري فيري رأى في الحبس العلاقة هو أنه نسيبه خوزوج جبار مهنة جبار مهنة الآن يقاتل باش يبقى أقل شيء في المنصب اللي فيه وماذا به يروح لدياراس ولا يروح لديجياسي لكن طرف الآخر اللي عارفين من اللي جبار مهنة ممكن يدخلهم كلهم للسجن بعد ويعذبهم عذاب رهيب كما أسرات لكثير من الجنرالات اللي راهم في السجن فبالنسبة ليهم على قول الروس نيت لازم يروح لدارو إذا راح لدارو بعدها بأسابيع إذا طول يروح لبليدة مرة أخرى هذا موضوع راح نعود نرجع لكم فيه خطر شي فيه بعض التطورات في بعض الترقيات اللي وصلتني عليها بعض المعلومات لكن إن شاء الله في اللايب القادم كان هناك مواضيع أخرى الحقيقة بما فيها هذا استقبال استقبال هذا ما يسمى بالوزير الخارجية للطفل الأمريكي والأطفال الجزائري اللي من الصحراء حطينهم 101 في موضوع لا أعرف لماذا أردتها أو لماذا أردتها مؤلمة جدا كما سنطلبهم من عين قزام للعاصمة دين 101 في كويتش في كار واحدة بعد ما تحت الأخرى أمبان من عين قزام للعاصمة كم 2500 كيلومتر 2500 كيلومتر إخواري الأحرار تذكروا دائما أن نصف الثورات لمن يقوم بنصف الثورة يحفر قبره تذكروا دائما أننا قلنا إما الناصر وإما مصر وتذكروا دائما أن كل يوم تضيف هذه المافيا على رأس الدولة رأي تهوي بها لقدر الله إلى ما لا يحمد عقباه